حابب تجاوب على سؤال الفرق بينك ومن أمير ما هو أنا قلت لك يعني أمير يعتقل منظم أكتر مني أنا بحب أشتغل بسرعة كده بحب أشتغل بيدي أمير بيحب يعني مع السؤال صعب أقول لك إيه الفرق بينك ومن أخويا آه إيه الفرق بينك ومن أخويا أنت لو سألتين سؤال أنا موصف أخطأ هو إيه الفرق بينك آه لا يعني بكلمك مثلا يعني هل هو بيوجهك لقرارات معينة يعني هل إنت أخد طبعا ناخد رأي أنا من المميزات بتاعتي إن أنا بأخد أعراق الناس كلها أحب أسمع كل الأعراق عشان أخد قرار سلي أمير ما بيأخد شرع أي حد أمير ما لا مش دايما من اللي بيصحي التاني إنت ولا أنا اللي بصحي طيب قولي لكن دايما قولي أبرز مشكلة حصل طالعا أمي عمل عليك أحب أنت بتحكمي فأنا أعمل لك عليك أبرز مشكلة حصل بينك وبين أمير مرتفع وإيه وأنا صغيرًا كان بيأخم عليك كان بيأخم عليك كان بيأخم عليك هو أختي هو أميرة أختي ليه بقى كان بيعامله ما حصل بينك أنا شاكل لكن ساعات بينك تختلف بوايد كان بيجرسم عليه بيأخذ منك إيه مساحة لبسك بيأخذ منك يقول للأطفال طب اسمع بقى هنقضي لحكي للناس هل أنا أخرى بقى بقى نفل بك لا هقول لك موقف يعني عشان الناس تعرف إزاي نادي زمانك بيودار بعد الكورونا عملنا اجتماع مجلس إدارة في أحمد عرب لإن كان فيه حظ تجوا في وقت الكورونا وخدنا قرار بخصم نسبة من عقود اللاعبين فخدنا قرار مجلس إدارة وبلغنا المشرف عالكورة اكتب خلي اللاعبة كل اللاعب يكتب انه متنازل عن كذا فده ده 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 حصل قدام اللاعبة كلها فأميم روتادة قال لي لو سمحت اللاعبة دي هيتخصب منها شهرين عشان ثلاث شهور ولا ست شهور عشان الكورونا طب ما لو تدور رجع اللاعبة دي تاخد فلوسها فروحت أنا متنفذ عليه قدام أمير دي حاجة ما تخصكش قدام اللاعبة انت تنفذ قرار مجلس إدارة دي إدارة عليا ومش عارف ايه فبقيت اللاعبة مستغربين ألا بكلمه يعني ناشف ناشف ففعلا النادي مجلس بيضارب بالشكل ده آه ممكن يبقى قربنا من بعض كاموش رفع الكورة وعود مجلس إدارة ورئيس النادي مدينا آآ يعني ميزة ميزة لكن الحقيقة انه بيضارب بالشكل ده بدليل أقولك حاجة إن أنا ما بقربش من الكورة ما بروحش ما بروحش أنا مرتضى منصور ما بتتدخلش في القرارات أصدق مجلس الإدارة إداني مهمة أناش كل يوم في النادي بشتغل المهمة بتاعتي إذا طلب مني رأي استشاري في ملف الكورة هقوله هتوصد أن أنت ما بتتدخلش في القرارات إنت راجل محترف ده شغلك شغلك هنا افضل هنا شغلك طلب منك ملف تاني هعمله أي إن كان ملف اللي يعني اللي هيدوني هشتغل فيه ما ما بتدخلش له يعني ما بتروحش مثلا لو إنت شايف حقيقة ما فيش لعيب مثلا بييجي يقولك بحكم قربك لي أو يعني بيحاول إنه ويوسطك بحيب أشتغل بشكل مواصل وبحيب أشتغل بشكل يعني فيه هرم في النادي عشان كده لما بيجي ولي أمر يشتكيلي من مدرب بقوله سمعت حضرك أنت ملكش دعوة يقولي طب قولي المدرب اللعبة بيبدي يقوله أنا مس سلطتي الملعب سلطة مدرب الإدارة بتجيب عايز جهاز وعايز الجهاز بيبقى فوق المدير الفني المدير الفني مسك اللعبة فوق اللعبة فيه نظام كده ايه الجمالة مش دي وصوله رياضة دي وصوله رياضة ماشي موعتليش أمير كان بيرخم عليك وانت صغير بيعمل إيبقى بيخد مصروفك بيخد لبسك بيعمل إيبقى تضحك لي لا لا عايز خلاص حاجات شخصية بيخل العربية لا 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 ما انت هتقول لي موقف يقول لك موقف ما تنسهوش وانت صغيرين لا بيسخن عليك الوالد أبوك بيقوله ما تدي الوالد عمل كذا لا لا انت قلت بيرخم عليها حد يعرف يسخن الوالد لا يعني أحيانا طب ما نعدي النقطة دي خلاص مش فاكر والله مش فاكر ولا واقع لا مش فاكر ولا آخر واقع طب مين اللي بيعزم التاني أكتر لا أنا أنا لا أمير يا صعب لا والله اه يعني تمسكه أمير صندوق يعني هو انت اللي بتعزمه على طول اه لا هو صعب يعزمني ببا مزول لانها بص الفلوس كلها انا عارف ان انت مضح لا بصح الصبح اللي معي بصفه قبل معي اه دي حقيقي انا عرف هو مش كده بقى اه لكن انت أكتر بتعزمه أكتر بعزم كل الناس عايو ماشي بس أنا بكلمك عليه هو يعني هو بيه هو حريص لا مش حريص بس هو الصح يعني عامل حساب كل حياتي طب انت واكد موضوع الإصاف ده من مين اه أنا زي الوالد يعني مش إصاف يعني يعني انك انت بتعزم الناس او بتخلص كل الناس يعني مش عايز اتكلم فيها كثير ايه يعني اه سنعود احكي عن نفسك لا مش تحكي عن نفسك انا باتكلم فيه اخر لان انت هو أمير بينما مجدار راضي ولا اجتماعي لكل حاجة لان انت شخصية خلي بالك مش شخصية خاصة بالرياضة بس والله انت تنتمي العيلة اه يعني معروفة وعيلة كبيرة فبالتالي بتبقى فيه الناس عايز اتعرف التفاصيل الدماغ مش رائع بعد دماغ مركزة في النادي بكر عامل ايه في ايه موأس